موسيقى اهلا بكم في برنامج حوار مع الدكتور ماهر الحلقة دي زي الحلقات اللي فاتت هناخد فيها صفة او فعل من صفات الله من المفهوم المسيحي والحلقة دي بالذات رأيناها هتبقى مهمة جدا لمفهومنا مش بس عن الله لكن كمان عن أنفسنا العنوان النهاردة الله يشرك زك يا دكتور أهلا يوسف مش متعودين احنا على التعبير ده الله يشرك يعني الغرض منها انه عايزين نقول انه الله يشرك الانسان في ايه بقى هو ده الحوار اللي عندنا والحلقة دي ببساطة هدفها الاساسي ان احنا نفهم هو الله خلال انسان ليه عايز منه ايه وزاي نفهم يعني دورنا ودعوتنا في الحياة من خلال فهمنا لغرض خلق الله لنا احنا كتير بنتكلم عن انه غرض الله تجاه الانسان انه يبقى انسان يعني اتكلمت عنها الحلقات الماضية بس عايز اخش اكتر في المفهوم ده النهاردة ونفهم يعني يعني ايه فخليني ابتدي كده من المفهوم المسيحي ليه ربنا خلق الانسان ليه ربنا خلق الانسان ما تنفصلش عن ليه ربنا خلق بشكل عام واحنا اعتقد حطينا تعبير يجاوب عن السؤال ده قبل كده لما قلت ان فاض الحب فخلق او انفجر الحب فخلق فهو الانفجار الكبير فعلا لكنه انفجار الحب لكن يصل الخلق الى قمته في خلق الانسان واعنيها بكل حرف من اللي بقوله يصل الخلق في قمته الى قمته في خلق الانسان اذا كان الخلق بشكل عام خلق الحيوانات خلق الجماد خلق البحار خلق الجلد او الهواء اذا كان الخلق بشكل عام يكشف عن صلاح الله الله الذي احب وفاض حبه فخلق فخلق الانسان بالذات يعمق اكتر فهمنا لغرض الخلق ازاي ان الله خلق لا لانه يحتاج الى الخليقة لا لانه ينقصه شيء لكن هو فيضان الحب فيضان الصلاح الالهي فاض الصلاح الالهي فخلق خلينا اقول في كل خليقة الله كان الله يريد ان ينعم بالوجود على من لم يكن موجود الرسول يقول يدعو الاشياء غير الموجودة كأنها موجودة النص العربي لكن يدعو الاشياء الترجم الاضاق يدعو الاشياء غير الموجودة لتكون موجودة يحب وهو ينعم بنعمة الوجود والتي يمتلكها في ذات ولم يمنحها من احد كما ذكرنا في الحلقة الاولى هذه المنحة العظيمة الوجود يمنحها لكائنات غير موجودة فتصير موجود صح لكن العجب بقى كل العجب مش بس بيفيد بنعمة الوجود ويمنح الوجود وبعدين على فكرة بعد ما بيمنح الوجود لهذه الكائنات بيشيل همها يعتني بيها ويرتب امورها ويدير حركاتها ويصمم القوانين لكيما يضمن سلامتها فيقول حامل كل الاشياء كل الموجودات بكلمة قدراتها فهو مستمتع بان ينعم عليها بالوجود وبعدين مستمتع بان يصستينة يحفظها ويعتني بها لكن جي بقى في خلق الانسان مش بس انعم عليه بنعمة الوجود ينعم عليه بنعمة الشراكة مع الله في صنع الموجود هي دي بقى يشرك بقى يشرك يعني يشركه معه في اشياء ممكن نعدد اشياء كتير يشركه معه ايه في الخلق يا اخي يعني كان من الممكن جدا ان يحتفظ لنفسه بحق الخلق الحياة لكن انه يقولهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض يعني اولادي لقد صرت شريكا لله في ايجاد اولادي في هذه الحياة انا اؤمن كل الايمان ان حياة اولادي هي منحة من الله ولو لم يكن الله قصد لهم الوجود والحياة ما كانوا موجودين وكان الله غنيا عني في ان يوجدهم بالاستقلال التام عني لكن الله قصد بتصميم غريب وبديع ان يشركني معه في خلق اولادي في صنع اولادي في انجاب اولادي الاشتراك مع الله في مرسوم الحضارة تكوين واحد ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين في غاية الجمال تكوين واحد ستة وعشرين وبفكرني نرجع للنص هذا لانه نص مهمة اوي قال الله نعمل الانسان على صورتنا كشباهنا فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم عدد تمانية وعشرين بيسمون لهوتين مرسوم الحضارة يعني تكوين ستة وعشرين وسبعة وعشرين مرسوم الخلق تكوين واحد تكوين واحد ستة وعشرين وسبعة وعشرين مرسوم الخلق تكوين واحد تمانية وعشرين مرسوم الحضارة ثمروا واكثروا واملأوا الارض واخضعوها وتصلطوا عليها ولما يقولهم تصلطوا عليها هذا تضمن فكرة الإبداع وفكرة كل أنواع الفنون وكل أنواع الإبتكارات لأنه كيف يسيطر على البحر بدون القارب وكيف يسيطر على الجو بدون الاختراعات المختلفة وكيف يسيطر على الأرض بدون الألات المختلفة لكي يفلحها وكي ما ينجح فيها فالإخضاع ده مش استغلال لكن زي ما كنا بنقول قبل كده القوة الكامنة في خليقة الله الله قد الإنسان المرسوم أو المساحة أنه هو اللي يطلعها هذه دي بقى فكرة الإشراك أنه مش خد العالم الجاهز الخلصان ده وعيش فيه لكن خد العالم ده اللي مليان فرص وقوة كامنة وحاجات تخترع وتكتشف وكده وينطلق بالسلطة الممنوحة ليك السلطة الممنوحة ليك بالاتصال بيه دي نقطة مهمة علشان تستمر فيه أنه بقى هنا يعمل لخير الخليقة لأنه هنا مش بيسلطوا على الخليقة عشان يزلها ويستنفذ مواردها ويبهدلها لكن زي ما أنت قلت لكي يفعل كل الإمكانيات الموجودة في الخليقة مليانة بحاجات بديعة وعظيمة جداً فإزاي بقى يطلع كل ما في الخليقة من خيرات وإزاي يخدم الخليقة فيخليها كلها زي جنة عدن اللي ربنا اداله النموذك بتاعها ده كان مسؤولية الإنسان فيشركه في مرسوم الحضارة سوري أشارك معي قصة صغيرة هنا لو تسمح لي بليز يعني مرة كنت بتكلم مع شخص ملحد كان يعني هو مهتم جداً 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 بالبيئة يعني بشكل ممكن يبقى في عينين كثيرين حتى من الملحدين زيادة وكان واحدة يعني من أسباب الحياة ده أنه رأى في المسيحية تبرير الاستغلال وسوق معاملة الطبيعة وكان عندي حوار كده معاه وأول مرة أعرف أتكلم مع حد ملحد من تكوين واحد بأن أنا وريته أنه الغرض الأول من خلق الإنسان في هذا الصياق يعني أنه يقود الطبيعة أنه يعتني بها وفجأة يعني طبعاً ما أمنش بالله يعني في القعدة بس كأنه فيه كده حتة مقفولة عنده فاتح أنه إيه ده الموضوع مش جايما أنا كنت فاكر أنه المسيحية تبرر استغلال الطبيعة بالعكس ده جزء من وصف المسيحية لمشكلة الإنسان أنه بوازت علاقته مع الطبيعة صحيح ولما تشوف مثلاً يعني الطريقة للكتاب حتى في تشريعات بتاعت النموذ رغم أنه ده مش النموذج الأمثل يعني لكن في تشريعات النموذ اعتناء الإنسان بالحيوان يعني يعني مثلاً في سفر الأمثال يقول لك الصديق يراعي نفس باهيمته كأن الله بيقول له راعي نفس البهيمة لما يوصي مثلاً يقول لك لا تطبخ جدياً بلبن أمه يعني فيه مراعاة لمشاعر الحيوانات إذا مررت على عش طائر لا تأخذ الأم مع الأولاد خذ الأولاد واترك الأم علشان الأم تبيض وتتكاثر تاني وتستمر الحياة فالإنسان مسؤول أمام الله عن الحفاظ على الخليقة إنه لو حصرت مدينة في المراسيم الإلهية اللي اداها لإبادة العبادة الوسنية ما تحرقش الشجر مثلاً فشريك لله في صنع الحضارة شريك لله في الخلق شريك لله في التكشف الإلهي الله يريد أن يتكشف ومن ضمن الأشياء التي يريد الله أن يتكشف من خلالها لبقية الخلائق هو الإنسان نفسه فالله يريد أن يكون الإنسان مجالاً ليعلن الله من خلاله فمثلاً في الإيمان المسيحي يقول لنا إن نحن رسالة المسيح مقروعة ومعروفة من جميع الناس الله يريد أن نوصل الصلاح أحدنا للآخر وأن نكون أدواته في وصول رسالة الله للآخرين إلى أن تصل للنهاية حتى في الدينونة الله لا يحتفظ بالدينونة لنفسه لكن يقول لنا أنه هيشرك البشر معاه في الإدانة في عمل الدينونة معنا دي فكرة جديدة شوية بالنسبة لي أنه تفكر أن الله يدين الإنسان أو يعني يحاسب الإنسان لكن إيه موضوع أشراك الإنسان في المدينة يعني هو حتى أشراكه في السلطة البشرية لما أعطى البشر سلطة الحكم الحكم لله لكنه فوض البشر في إجراء الأحكام في الأرض فمثلا يقول عن السلطان في رمية 13 أنه خادم الله لفعل الصلاح أنه لا يحمل السيف عبثا فترتيب الحكمات الله هو الذي يرتب لكي يمارسه ما هو لخير البشر لكن في النهاية الرسول بوليس لما كان بيناقش مشكلة مع المؤمنين بتوع كرونسوس ولجأوا إلى المحاكم البشرية فقال لهم ألستم تعلمون أن القديسون سيدينون الملائكة؟ فإن كان العالم سيدان بكم أفليس بالأولى أن تحكموا في داخل الكنيسة؟ إجليس المحتقرين قضاة في الكنيسة فكان عايز يقول لهم أنه في النهاية حتى سيشركنا معه في إجراء عمل الدينونة النهاية فكل ده بيؤكد فكرة عارف أحيانا أسمع بعض رجال أعمال أصدقائي وهو بيحكي لي يعني وبعدين يقول لي فلان ده بيشتغل عندي وبعدين يتأسف ويشعر بالضيق يقول لا سوري بيشتغل معايا بيكرهوا كلمة بيشتغل عندي فبحس إن ده رقي إنه يشوف إنه العمال اللي عنده بيشتغلوا معاه فهذا الرقي منبعه والرقي الإلهي إنه مش عايز يشغلنا عنده لكن بيشغلنا معاه طيب يعني فيه تعبير كده اللي هوتين بيستخدموا حركة استخدمتهم كتير مخلوق على صورة الله ونفسي أفهم التعبير ده بس قبل ما نروح للحتة دي عايز أقارن الصورة اللي حركة ديتها في آخر كلامك أو يعني في الفترة الأخيرة يعني حاجات كتيرة بتتقال في العرف الدارك كده عن ليه ربنا خلق الإنسان الله خلق الإنسان عشان يمتحنه الله خلق الإنسان عشان يعبده الله خلق الإنسان عشان يمجده يعني كيف تختلف أو لا تختلف الحركة بتقوله عن التعبيرات دي لا طبعا اختلف كتير واحيانا بتكون الأجوبة دي هي تسرع غير منضبط بالإعلان الإلهي لإجابة واحد من أكبر الأسئلة في الحياة أنا اتخلقت ليه وهنا بيجي تأليف المث أو تأليف الأسطورة لإجابة الأسئلة الكبرى في الحياة فإذا أمنت بوجود الله وبعدين لقيت روحك مخلوق فأكيد هتحاول تجاوب عن السؤال ده وإذا أجبت عنه غير منضبط بالإعلان الإلهي في الكتاب المقدس تطلع بقى الحاجات الكتيرة دي اللي من وجهة نظري مشوهة لصورة الله وللإنسان أيضا ليه الله خلق الإنسان أنا من وجهة نظري لو احتكمت إلى النص المؤسس لمرسوم الخلق هو تكوين واحد ستة وعشرين تبص تلاقي الترتيب بتاع الأسقاح ده ماشي بشكل بديع جدا وتشوفوا تركيب معين كده إنه ست أيام وبعدين في اليوم السابع القمة الراحة واستراحة الله وغالبا هنا استراحة مع الإنسان والراحة هنا راحة عبادية يعني تعبير عبادي لترجكل إنه لما يقول قم يا رب إلى راحتك أنت وتبوت عزك راحت من تم مغرضه من وجد منيته فيستريح مع الإنسان في اليوم السابع لأنه يعني فيها تعبير سكنة وشركة واستمتاع مش واحد تعبير أنا عايزة استريح الزبط والست أيام لما تتأمل فيهم تكتشف إنهم انطلقوا من شيء وانتهوا إلى عكسه انطلقوا من الخراب والخواء وكلمة الخراب تعني الفراغ والخواء تعني بلا ملامح كانت الأرض خاربة وخالية مش معنها خرابة زبالة يعني بس إنها بلا شكل وبلا بلا شكل محدد وغيرة ممتلئة فارغة خاربة وخالية صح لما تشوف الست أيام مشيين في الأمرين دول بشكل بديع إنه إعطاء الشكل ووضع الإطار وتحديد المعالم يفصل دا عنده ويفصل دا عنده ويفصل دا عنده هتلاقي في اليوم الأول فصل في اليوم الثاني فصل في اليوم التالت فصل صح يفصل علشان يضع الإطار ويضع الملامح ويحدد فيعطي الشكل وبعدين تلاقي في الأيام اللي بعد كده أربعة وخمسة وستة بيملة صح ففي الثلاثة الأولانين بيعالج الخراب في الثلاثة التانين بيعالج الخواء أو الخلاء فملأ السماء بالنجوم والقمر والشمس وبعدين ملأ البحار بالكائنات وملأ الجو بالطيور وبعدين ملأ الأرض بالدبابات التي تدب بالحركة والحياة التي تفيد بالحركة بعد ما عمل ده كله خلصت هنا بقى لأنها خلصت وقال الله وتبصت لقى لغة الخطاب اختلفت تماما مفيش بقى لغة وقال الله ليكن وقال الله ليكن وتنبت الأرض وتخرج الأرض وتفض المياه لا 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 هناك تشاور في داخل الذات الإلهية وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا كأنه مش أمر أو فرمان لتنبت لتكن لا ده نعمل بقى نعمل وكأن الله في حال التشاور مع ذاته لكيما يقرر هذا القرار الخطير وبعدين يجي على جزئين التشاور أولا وبعدين يجي فخلق الله الإنسان على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وقال لهم اكثر واثمر فتحسن الجزء الأخير ابتداء من عدد 26 من أصاح واحد وإلى النهاية هو كله عايز يقول هذا هو تتويج الخليقة بصناعة الملك خلق الملك فهو خلق ليكون ملكا فعلا رويالتي الملكية العظيمة أول ما نشوفها نشوفها هنا وهنا أذكر حاجتين أذكر النص النهائي لكأنه قرار الترنيمة والبعض بيشوف أن تكوين واحد كأنه نص شعري شوية ينتهي دايما يقول وراء الله ما عمله إذا هو حسن إذا هو حسن إذا هو حسن لكن يجي هنا بعد خلق الإنسان وراء الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا ينتهي بالجمال الكامل ولما داود يعمل على الحقيقة دي يتعجم فيقول من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده بمجد وكرامة كللته وأقمته على جميع أعمال يديك وأخضعت كل شيء تحت قدميه فيها الجلال فيها المجد فده بعيد عن التلات أفكار ده لأنه الإنسان مخلوق علشان يمتحن أو يعبد أو مجرد بس أنه يعبد أو حتى أنه ربنا خلقه علشان ياخد مجد أو كده ما كانش عنده إطلاقا مخلوق لكي يكون مقره هو الله نفسه ودي ممكن أنه بنيجي ليها فمقر الحضن الإلهي وخلق لوجود يحققه ويشترك في تحقيقه وخلق من أجل شركة يستمتع بها وخلق من أجل مجد يصيره مش يمتلكه يصيره وخلق من أجل حكم يحكمه فرويل بيينج النوع يبقى لاحظ مش عنده مجد هو يبقى جلوريوس بيينج كائن مجيد على صورة الله وكشبه لو أرجعت تاني برضو للمرسوم الخلق ده نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا عملت دراسة طويلة وعميقة في مسألة الصورة والشبه إما جو دي إما جو دي النص بتاعها العبري تسلم وترجمتها الحرفية تمثال أو ظل وبعدين الشبه اللي يموت بالعبري ومعناها مماثل بشوف معنيين وخصوصا استخدام الكلمات دي بعد كده في الكتاب المقدس خصوصا في المرات اللي ذكرت فيها بالارتباط مع الإنسان يعني لما يقول مثلا أنه أنا أنتقم لدمكم من كل حيوان وسافج دم الإنسان بالإنسان يسفج دمه وإقامة الحكومات في تكوين تسعة لأن الله على صورته خلق الإنسان فلما أدور على كلمة الصورة دي وامشي بيها لما لاقي مثلا أن يعقوب يحرم شتيمة الإنسان لأنه مخلوق على شبه الله أو على صورة الله لما امشي في النصوص الخاصة بالشبه والصورة في تكوين واحد تكوين خمسة تكوين تسعة لما أروح كمان لكرونسوس الأولى 11 لعقوب أصاح 3 كل النصوص دي لما أحطها مع بعض بقدر أبني منها لهوت ألخصه في ثلاث كلمات الكلمة الأولى أن الإنسان مخلوق على صورة الله to be his representative ليكون ممثله على الأرض ممثله على الأرض بمعنى الحامل للحضور الإلهي الحامل للهيبة الإلهية جلال الله فهو كائن مصمم وهاجي بتكوينه في النقطة التانية مصمم أن يحمل الجلال الإلهي ويحمل الجلال الإلهي ليكون الملك في كل الأرض ويفعل مشيئة الله فهو يحمل الجلال الإلهي لفعل مشيئة الله وليس لفعل إرادته ومشيئته الخاص فده الصورة من فترة قريبة لقيه تمثال لرمسيس الثاني في شمال لبنان فكان فيه استغراب عند علماء الأثار لكن كشفت لنا حاجة من ثقافة ذلك العصر الرهيب زمان أيام توسع وامتداد الإمبراطورية المصرية القديمة أنه كان فيه عرف عند ملوك المنطقة دي كلها أنه لما ملك بيروح حتة ويحتلها أو يمتلكها حط تمثاله عليها في إطار هذا المفهوم ده نفس الوقت اللي تكتب فيه سفر التكوين تقريبا أن الله يضع تمثاله في الأرض بس مش تمثال من حجر أيقونة حية ناطقة مفكرة عاقلة بتقول الله بيقول أنا أملك هذه الأرض من خلال الإنسان الإنسان لكن يشرك 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 بالظبط لكن الصورة بتوصف أكتر الوظيفة الرويالتي فالكلمة الأولى ليه علاقة بالوظيفة أوكي الكلمة التانية كشباهنا نعمل الإنسان على صورتنا كشباهنا الشباهنا لا بتروح لما هو أعمق أن هذا الإنسان يحملوا في كيانه إمكانيات معينة تميزوا عن باقي الخليقة وتربطوا بالله بشكل ما تمكنوا من ممارسة هذه الوظيفة أوكي فهمت أصدق فكون institutional إنجاز لنا أن نقول فأنت مش بس عايز تقول أنه مفهوم الصورة الله أنه الإنسان كائن مفكر أو كائن لغوي أو كده لأ أنت بتفكر في إيه هي الصفات المشابهة لصفات الله التي تمكن الإنسان من تنفيذ الوظيفة اللي هي الصورة بالظبط بالظبط يمكن تفعلها صفاته إمكانيات potential صح وأنا أعتقد أنه مرتبطة أوي بالوعي بتاعه لأنه أنا لما بقلب في الإنسان أكتر حاجة تميزه عن بقية الحيوانات هو نوع الوعي اللي عنده هذا الوعي مأخوذ من الله اللي هو الوعي الأعظم يعني لما تفكر في الوعي أنت تقدر ببساطة جديدة تصل إلى إثبات وجود الله من الوعي حجة مشهورة لوجود الله هي من الوعي الإنساني من أين أتى هذا الوعي لازم يتلب عندك وعي أسمى الوعي الإنساني ييجي منه يعني بالدرايف منه بالظبط كده ولو حبيت أشوف إيه العلاقة ما بين الوعي الإلهي والوعي البشري القدرة على القول أنا هو I am التعبير عن الذات الوعي بالذات وعشان كده لما سأله وقال له مين أنت موسى بيقول له اسمك إيه قال له اسمي أهيا أهيا I am أنا I am نبع كل I am مين I am اللي أنا نبعه الإنسان اللي يقدر يقف قدامي ويقول I am وأنا مديله الفرصة أن يتميز عني بس يظل متصل بي لاحظ الفكرة دي وارتبطها بالسلوس برد ايه صح فبكتبها أحيانا لما بحب أنا أتعز بيها أكتب I am بالكابيتل ليترز وكتب تحديها I am بالسمول ليترز وأقول أن الله نبع الوجود اللي يقدر يعبر وعنده الوعي اللي يقول I am بيخلق كائن صغير يقدر يقول I am ويقف في مواجهة الله في مقابل الله والله يستمتع بإيجاد كائن له من الوعي الذي يجعله يعبر عن نفسه بالقول أنا أكون ولما يقول أنا أكون بقى يقول له وأنت شريكي في أن تكون ما ينبغي أن تكون أنا عايزك تتفعل أكتر بالعلاقة معها وتنطلق ولا حدود للإمكانيات اللي أنا هفعلها فيك لدرجة أنك تبقى شريك الطبيعة الإلهية شحري بقى التعبير لأنه كتير يعني بيخض الناس كتير يعني إيه الله يدعو الإنسان ليشاركه طبيعته أكيد لما نقول شريك الطبيعة الإلهية مش شريك الجوهر الإلهي ما ينفعش يعني بالتعريف لا يمكن أن المحدود يدخل ويبقى مع اللا محدود ده جنس وده جنس لا يمكن أبدا أن الحادث يبقى من نفس جنس الأزلي الأبدي وعشان كده لما كنا بنعرف في الوحدانية الإلهية قلنا الجامعة المانعة المانعة لدخول شيء على ما ينفعش فمش شراكه في الجوهر الإلهي فالإنسان لن يكون إلها بالمعنى أنه شريك في الجوهر الإلهي البعض قال شراكه في الصفات الأدبية لله لكن الحقيقة لما تفكر فيها تلاقي أنه مش مجرد الشراكه في الصفات لكن بعض اللهوتين من الأباء الشرقيين قالوا الشراكه في الطاقات الإلهية وأنا أمين لهذا التعبير الشراكة في الطاقات الإلهية التي عندما تفعل تجعل الإنسان فعلا الكائن المجيد القادر على إتمام مشيئة الله في الكون ووسعها في الكون لأنه هذا وضع أبدي والقادر أيضا على كشف الجمال الإلهي فالإنسان عنده وظيفة ليس فقط سيادية لكن كشفية يسود ممثلا لله وقدر أن يكشف من هو الله بنوصل بقى المفاهيم ببعض الله يتكشف من خلال إشراك الإنسان معه بالصبت فخلي بالك أجمل أجمل إعلان إلهي يمكن من خلاله أن ترى الله هو حضور الإنسان الراقي الجميل الكامل يعني لو تفعل الإنسان وتفعل الطاقات وصار شريكا للطبيعة الإلهية كما ينبغي فعلا ساعتها أنت بالتلامس مع هذا الإنسان تقدر تستشعر الجلال الإلهي وتقدر فعلا تقترب من الله على العكس مثلا من رؤيتي للشمس في بهائها أو رؤيتي للجبال في شموخها رؤيتي للطبيعة في روعتها صحيح تحمل إليه شيئا عن الله لكن مش بنفس الطريقة اللي يحملها إليه إنسان قد تفعل وصار شريكا للطبيعة الإلهية فالشراكة الطبيعة الإلهية هي الشراكة في الطاقات الإلهية التي إذا فعلت قادر على السيادة وقادر على كشف من يكون الله حلو هلأ أتقول ثلاث كلمات على صورتنا والشبه والشبه الصورة التمثيل الشبه التشارك في الطاقات يس الشبه مشاركة في الطاقات التي تؤهله إذا فعلت أن يقوم بالصورة حاجة الثالثة البعض بيقول إنه لما يقول على شبهنا في العلاقاتية الكائنة في الذات الإلهي بمعنى أنه يعني ده مثلا كارل بارتي أكد أوي على الحتة دي لما يقول صورة الله وشبهه هو أنه بعديها على طول يقول فخلق الله الإنسان على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقه أنه قادر على الخروج من نفسه والاتجاه نحو الآخر والاتحاد به وهنا بيعكس حاجة موجودة في الجوهر الإلهي الثلوث الثلوث أوكي وأنا أعتقد أنه دي برضو نقطة في غاية الأهمية أن العلاقاتية كما نراها في البشر مختلفة تماما عن العلاقاتية بين الحيوانات أو بين النباتات فالنباتات تتكاثر تتزاوج تتلاقح والحيوانات أيضا وعندها يعني عايز أقول المشاعر والعواطف لكن العلاقاتية عند البشر مختلفة العلاقاتية عند البشر تصنعهم أو تحطمهم العلاقاتية عند البشر قطرة غير عادية رهيبة إمكانية لا تجدها عند بقية المخلوقات فدي واضح أنها إمكانية جبارة جدا موجودة في الذات الإلهية وأعطيت أيضا للبشر فدلوقتي يعني كأنه لو أنا فهمك صح مفهوم أنه الإنسان مخلوق على صورة الله دي مش بس حاجة بتوصف كل فرد كيس بس إحنا مع بعض كجنس بشري يعني خليقة بشرية بنعكس صورة الله مع بعض صحيح يعني مش بنعكس بنشابه الجوهر اللي هي في شيء معين اللي هو العلاقاتية ده بالضبط وعشان كده لو تاخد بالك لما يقوله اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد الكلمة العبرية المترجمة واحد هنا الواحد اللي هو مجموعة كثرة هي نفسها اللي جاد بقى أنه آدم لما التصق بحواء بقي واحد فكأنه برضو عايز يشوف هذه الوحدانية الجامعة تنعكس في الخليقة التي خلطها وبالذات في الإنسان حلو جدا حلو جدا يعني أظن ده الشرح ده المفهوم الإيماجو دي أو الإنسان ما يخلوه على الصورة لا أعقد من أي حاجة أنا دايما كنت بحس أنه الناس بتقولها كده يعني إحنا كائنة عقلة زي ربنا يعني لا هي أكتر من كده أكتر من كده كتير وهو ده عايز أقول الفاينال ديستينيشن يعني دي الصورة النهائية اللي إحنا هنوصل طبعا في النص ممكن أكمل وأقولك إنه للأسف هذا الوضع المثالي بالسبب الإنفصال اللي حصل مبكرا جدا ما تحققش على الأرض وما شفناهوش ما شفناش الإنسان بهذا الجمال شفنا الإنسان مزلول ومحطم ومحطم ومذل وظالم وشرير وفات ما شفناش النموذج البديع ده ففقدنا القدرة على تعريف من هو الإنسان ما بقناش عارفين يعني إيه إنسان حتى جاء يسوع المسيح ولما جي يسوع المسيح ارتبط اسم يسوع المسيح بفكرة صورة الله صح فيقول لنا هو صورة الله غير المنظور يسميه كده بس هو أيضا ابن الإنسان وهو ابن الإنسان فكأنه يسوع المسيح ده هو الجملة التعريفية لمن يكون الإنسان اللي ما شفناهوش على مدار ألاف السن بس ده كان افتتاح مشروع افتداء الإنسان وعودة الإنسان فكأنه بيقول بقص أوكي ستاب يا تاريخ أقف يا تاريخ هنا هنعيد الموضوع من أول وجديد هنفتدي الإنسان وعشان نفتدي الإنسان أدي الصورة هنا أدي النموذج وهعيشه بينكم 33 سنة وهعيشه في أسوأ ظروف تتفرجوا عليه بقى تتفرجوا على الرويالتي الحقيقية تتفرجوا على الجمال الحقيقي تتفرجوا على المجد الحقيقي من هو هذا من هو هذا مين الإنسان ده هوريكم الذي نزل من السماء الإنسان الثاني شوفوه بقى على حياته وما تنتهيش الحكاية من غير ما يقول لنا أنه هو ده النموذج اللي هيقع في الأرض زي حبة الحنطة ويموت ويقوم لكي يأتي بثمر كثير وأنه هيجي الله بأبناء مشابهين صورة ابنه فقادي النموذج هنعمل منه فهو ده السماوي وكلنا السمائيون أنه يصير مثله يعني طيب لحظة بقى عشان إيه نحس أنه في حياتنا وارثة عندي كويسة الإنسان مخلوق على صورة الله لكن الصورة دي وشبهه فهو بخلوق لوظيفة ومخلوق بوتينشلز أو طاقات كامنة إذا اتبعها إذا تفجر إذا مشي في العلاقة أو بقى الجانب الثالث بقى العلاقاتية مع الله ومع الآخر ومع الطبيعة ومع الطبيعة صح انفجرت هذه الطاقات مكنته من تحقيق الصورة والوظيفة التي يسميها بعض الأباء الشرقين التأله بمفهوم معين يعني يقول لك الثيوزيس هو الغرض النهائي أن تتفجر هذه الطاقات من خلال العلاقة مع الله ومع الآخر ومع الطبيعة وده اللي نشوف تكوين اتنين علاقة مع الله نفخة في أن فيه ناس حيات طبعا دي لغة تصويرية بحتة يعني ربنا ما عندوش رأتين وبينفخ لكن كأنه بيقول الإنسان يتنفس الله فأنت جسدك يستمر روحيا بتنفس الهواء وروحك تتفجر وتتأنسن إنجاز لها التعبير ده تتأنسن بتنفس الله وفي نفس الوقت احفظ الجنة املى الأرض بالخير اكثر وثمر واعمل علاقة مع الطبيعة وبعدين يلحمه بالآخر في نهاية تكوين اتنين بهذه العلاقة الثلاثية يتأنسن ويتكون الإنسان أوكي فالصورة المرسومة لحد دلوقتي قدامي مش إنه الإنسان ده أو آدم وحوال قصة دي مش بتحكي عن اتنين كانوا قاعدين في جنينة وربنا قال لهم ايه خليكم معايا ويعني نتدلع شوية لا في دور في وظيفة في إمكانيات في علاقة لتحقيق مقاصد الله في الأرض بقى من ثقافة من علم من تسلط على كل ما هو جميل في الخليقة وإظهار وإبراز جماله وهكذا وكمل كمان يا يوسف مش بس في الأرض وفي السماء فالقصد الإلهي أن الإنسان يكون بهذه الإمكانيات في الأرض والسماء احنا كده الموضوع يعني تطور جامد صحيح لأنه هنا بقى الجمال ما تاخدش جزء في الكتاب المقدس بالانفصال عن بقية الأجزاء انت لما تروح للنهاية القصة في نهايتها في سفر الرؤية انت هتلاقي نفس الفكرة هتلاقي الإنسان وشجرة الحياة والنهر اللي طالع والسموات الجديدة والأرض الجديدة بس ما تلاقيش انفصال بين الأرض والسماء كيان واحد في السماوات والأرض والإنسان ملك صح في هذا الكون صح ويسكن الله مع الإنسان ما فيش ما فيش انفصال طيب بس عشان يعني ضامن كل حاجات مع بعض حضرتك اتكلمت انه بسبب السقوط بسبب انفصال الله عن الإنسان ده مش مجرد أكلوا ثمرة ولا تفاحة ولا زعل ربنا منهم ولا هم عملوا تشروع ده كله بتاع الإنسان اللي يبقى بيعمل دوره وبيكتشف أو بيفجر طاقاته وبيتصل بالله كل ده اتعطلوا بأسه فبدل ما القدرات دي استخدمت لتحقيق الوظيفة أو الصورة استخدمت للتشويه ويعني زي ما تدمير التدمير يعني بهدلة للإنسان نفسه والآخر وللطبيعة وبعدين بقى هنا بقى ييجي يعني عايز أقول لي دور التجسد بتاع المسيح أو خلينا أقول لي صورة أوسع لمفهوم الخلاص فالخلاص مش مجرد بس انه الراب يسوع جاء علشان يصلح اللي آدم عمله أو يدفع تمن الخطايا عشان نروح السماء إنه هو أكيد بيعمل كده بس فيها استعادة لمشروع الإنسان ده هو ده الموديل هو ده الإنسان كما ينبغي أن يكون والغرض بقى انه مع البوازان والإفساد اللي حصل للكيان الإنساني ده ونبقى إنسان جديد مشروع الإنسان الجديد زي محرج بتقوله صح كده؟ بالزبط كده أوكي أسانا بس معك كتير بتقول إيه الإنسان الجديد مشروع الإنسان الجديد مشروع الإنسان الجديد بحس إنه طب هو إيه يعني فين الإنسان القديم يعني بس هو انت بقى بتوصل القصة دي كلها ببعضها من أول التكوين لحد الرؤية من خلال إن الله عايز يشرك الإنسان تمام يعني تقدر تقول إنه الإنسان القديم هو النسخة البشرية التي رأيناها منحدرة من آدم بعد انفصاله عن الله والإنسان الجديد هو النسخة البشرية المنحدرة من المسيح بعد أن مات وقام فالآدم عصي حتى الموت والمسيح أطاع حتى الموت ومن آدم الذي عصي حتى الموت جاءت وانحضرت النسخة البشرية التي تدمر نفسها ولا تستطيع أن تطور نفسها من المسيح الذي أطاع حتى الموت وقام أتت النسخة البشرية الإنسان الجديد اللي يقول عنه اسمع يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه أبص النص هنا في كلوسي حسب صورة خالقه يعني إيه اللي بتاعه صورة خالقه طيب فين صورة خالقه دي نعمله الإنسان على صورتنا كشباه طيب أنا عندي بقى سؤال يعني لهوتي عملي شوية أنا إيه دلوقتي يعني أنت قاعد قدام دلوقتي أنا إنسان قديم ولا إنسان جديد أنا دلوقتي عارف عيش صورة الله ولا مش عارف عيشها أنت بتكلم عن يوسف لو يوسف وأنا أعرف هذا أنه قبل الدخول لملكوت الله قبل حياة المسيح دخل لمشروع النسخة الجديدة من الإنسان كل من قبل المسيح مخلص شخصي ليه المسيح بيدي له حاجتين بيدي له نوع حياة ونوع وجود نوع الحياة حياة المسيح المسيح الذي قام وعش كده لو تفتكر المسيح أول ما أم الأموات ورح قبل التلاميذ أول حاجة عملها نفخ زي التكوين بالضبط قد نعيد المشروع وقال لهم اقبلوا الروح القدس ولما ساكن فينا الروح القدس ما عندناش الفرصة أن نستقل خلص بيئنا ملتصقين فاسمع يقولك من التصق بالرب فهو روح واحد أو حصل برضو الالتصاق كلمة التصاق هي نفسها اللي جات في التكوين فحدث الالتصاق بيننا وبينه فعادت الحياة إلينا لكن الحياة وحدها لا تكفي ينبغي أن تنال الحياة وينبغي أن تدخل لملكوت الله فتصبح في دائرة جديدة اللي هي أشرت إليها الحلقة اللي فاتت أو اللي قبليها لما كنت بقولك في وسط العشوائية والفوضى يوجد مكان آمن لصناعة الإنسان أوكي فهمتها دلوقتي هذا المكان الآمن هو ملكوت الله اللي أنت فيه بقى بتتفعل وبتتعرف على نفسك وطقاتك عما لا تتطور من يوم إلى يوم اسمح نص الكلام ده في كروز تانية ثلاثة نتغير من مجد إلى مجد إلى إيه؟ تلك الصورة عينها الصورة أوكي الصورة برضو يتجدد بالمعرفة حسب صورة خالقه أوكي نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح أوكي فأنا قبل ما زي ما بيقولوا أعرف المسيح أخش الملكوت كنت منحدر من صورة الإنسان المشوه الفاسد من آدم أوكي لكن دخول الملكوت مش حاجة هتحصل لما موت أو في السماء لكن دخول الملكوت الآن كان إيه؟ كان إيه؟ كان إيه بغير جنسياتي كده من من هذا النوع من الإنسان هو الكونتكست الكونتكست اللي تقدر تبقى فيه إنسان أوكي ودي عملية بتبدأ هنا وبتتطور الزبط لحد لما كأني بتغير زي ما حريك بتقول أبقى إنسان حقيقي تتأنسى لغاية ما تيجي لحظة مجيء المسيح بل لفضلك من الآدمية هو الجسم يروح مغير أوكي فكأن أنت بتغير يعني على الأرض بيتغير الجوهر المطور وياخد شاسي جديد بقى البضي جديد أوكي وعشان كده الرسول يسمع يقول إيه؟ كما لابسنا صورة الترابي سنلبس صورة السماوي صورة وعشان كده ما ينفعش ربنا يخلقنا في السماعة على طول أو يودينا السماعة على طول لأنه ما عندكش الكور اللي يحتمل يشغل الجسد الجديد ده الزبط كده لا لا ده أنا حاس إن أنا النهاردة في حاجات يعني بقى لي سنين بحاول أفهمها طب يعني خلص هنا بيخلص بس برضو عايز أربط بحياتي اليوم يعني كيف أرى مثلا عملي اليوم كيف أرى اختياراتي اليوم في ضوء الحقيقة دي بص يوسف بشوف الحياة عبارة عن حاجتين إحسنات ومعاناة فأنا في فترة وجودي على الأرض أستمتع بإحسنات الله وأعاني معاناة رهيبة في هذا العالم بسبب السقوط الحاصل فيه وأستمتع بأعمال العناية الإلهية بس أعمال العناية الإلهية مش مجرد إنه ربنا بيعمل معايا حاجات جميلة مش بيزبط لأموري هي لخدمة القصة لخدمة تطوري لكي أكون هذا الإنسان فأنا مستمتع جدا حتى المعاناة اللي بعاني منها بفهمها من منطلق واحد وحيد لا ثاني له هذه المعاناة تسم إسئاما كبيرا في تشكيلي وإعادة أو تفعيل طقاتي لكي أكون مشابها ليسوه وهو ده غرض وجودي أنا خلاص فهمت دلوقتي إن أنا موجود على الأرض الكام سنة اللي بقي لي أنا موجود لكي أتغير في شبهي إلى تلك الصورة عينها فأكون جميلا كيسوع وأكون مثمرا كيسوع فأصبحت حتى التحديات المؤلمة هي لخيري أنا شايفة دي بتخدمني فعش كده الرسول يقول كل شيء يقول لكم الحياة لكم والموت لكم كل شيء أصبح ليكم لأنه أنت بتستغل كل الأمور دي علشان تحقق الغرض بتاعك إنك تبقى إنسان شبه يسوع أحلى أوقات بالنسبة لي لما بفهم أنا مين يعني مع مول إيه وإيه اللي بيحصل في حياتي وده بيحصل لما بنبص على الله يعني الله يشرك ومن خلال ده فهمنا كل ده الحاجات دي عن الإنسان أحيش أشكركم جدا جدا على المتابعة ودي برضو واحدة من الحلقات اللي محتاجة فرجة أكتر من وراتين مش عشان صعوبتها لكن من كتر ما الحقائق مغيرة في رأيي ومتحمس جدا للحلقة الجاية من حوار مع دكتور نيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة